بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبدالله وعليه وصحبه ومن ولاه أهلا بكم في حلقة جديدة من السلسل سنة ولا كمبيوتر بلعاية موقع تعلموا www.taclamu.com فكرة وتقديم محدثكم ببرنامج عبد الحميد منتج وأخراج أحمد شفي ندا دعاء وتسويق زهرة الفردوس فنجمر المنصورة مصر 016 50 47 29 017 56 27 96 learnonline1.gmail.com www.onefarist.blogspot.com ده لينك أو عنوان المدونة بتاعت السلسلة هنبدأ النهاردة في الجزء الأول أو الحلقة المتعلقة بتاعت الباوربوينت اللي احنا نشرحها النهاردة إن شاء الله هنقسمها جزءين وشان الحلقة بتاع الورد لأنها طلقة كبيرة قوي فهنبعد كده الحلقة هنقسمها جزء أول وجزء تاني إن شاء الله المنضوع ده يكون أيسر في التحميل وفي الرفع بحيث ان يسول على الناس رفعها وتحميلها وتبدلها وكده يبقى الجزء الأول من حلقة الباوربوينت أول حاجة تعريف ببرنامج باوربوينت برنامج باوربوينت هو برنامج مكتبي من مجموعة ميكروسوفت المكتبية الغرض منه عمل العروض التخدمية إيه هي العروض التخدمية لما بتحب توضح أي حاجة للمجموعة للناس مش شرطة تدي محاضرة طبعا بيستخدم في المحاضرات على طول لأنه هو بيعمل أنمشن كويس وبيعمل وبيعود الكلام وبيرتبه وبينظمه وبيخلي شكله أجمل فبيسأل عن محاضر أو الموضوع إنه هو يعمل محاضرة فهو أداية معاونة من أدوات توضيح الحاجة اللي أنت عايز تتعبر عنه خاصة لو كنت بتعلم مجموعة من الناس أو بتوضح لمجموعة من الناس حاجة فممكن يستخدم في إن واحد بيفتتح مشروع فمثلا لفتحين المشروع بيفهموه هو إيه اللي موجود في المشروع والإحصائيات وإحنا عملنا إيه وجبنا إيه وإدناء إيه كده كمان ممكن يستخدم في المحاضرات كمان ممكن يستخدم في إنك تعمل شروحات على الإنترنت زي شروحات نضيته زي ما إحنا عاملين فهو له استخدامات كتير حقيقة يعني وبرنامج سري جدا كذلك ممكن تحط عليه كتاب لإن الإراء عليه أسهل وخطه أكبر من الكتب وكده كذلك ممكن يستخدم كأني ماشي كحركة يعني يبقى أعمل حاجات زي الفتاشات كده صور ورسوم متحرك كمانا ده مش هدف الأساس يعني بس هو يعمل ده كده تعرفنا على البرنامج أمثلة على البرنامج بعد هوداخلنا هنا عرض تخدمية تنمية البشرية هنلاقي مثلا التخطيط لو داخلنا على التخطيط ده ده عرض التخطيطه ممتاز المهندس عبدالله إيدي الاعتابي مهارة التخطيط ده دوقتنا نفتح الباوربوينت كده الباوربوينت بالامتداد ده هو بالشكل ده هو إسمهBBT اللي هو الأحمر ده إسمه BBT إنما ده إسمه BBS إيه الإفر lo Arbeit منهم ده لما هضغط عليه هيدخلني في الباوربوينت على طول هيبدأ العرض إنما ده لما هبْ هضغط عليه هيدخلني كده يعني ده بشكل باوربوينت شكل boreبوينت المباشر هو الشكل ده إنك تضغط يملأ لك الشاشة لما يملأ لك الشاشة يبقى ايه Win clarin بداي있 انенный البي بي اس هو الازرق انما الاحمر هو البي بتي هو هنا ايه لا شيء ما له الشاشة لان فارمة من الان най === البي بي اس bait say او بتخلص محاضرة الخاص مرفوك عشان مسلا استاذ جامعة بيشرح للطلبة بعد ما بيخلصها بيبي تي خالص ويضمن رموان مش هيجري فيها اي تعديل يوم اعملها بيبي اس بحيس ياخدها ويعرضها على طول ما كانتش بيفتح البيبي تي وبعد ما بيعرض من جواه طب ازاي بيعرض من جوا البيبي تي بقوم جاي من هنا العلامة ده ضغط عليها وضغط على شفت وف خمس شفت وف خمس عشان ابدأ العرض من شرح اللي هو اف هنستعد الموضوع ده كمان شوية ما نستعجلش فنضغط نشوف بقى الكلام حركة الكلام الجماليات اللي في الصورة نفسها والالوان حاجات دي حاجات المتاحة في البرنامج حاجات رائعة يعني الحركة دي لو تقم استغلال الاستغلال كوي زي ما هي مستغلة هنا بيساعد قوي على الفهم يعني بيتوضح الصورة قوي خاصة انه كان في رسوم او كده بتساعد جدا على الفهم كمان الواحد بقى مستمتع بالصورة مش مش حسب جفاء المحاضرة او جفاء مع الشخص اللي بيتعامل معها او اللي بيكلم كل الحركة يعني اي حاجة فيها حركة اسمها انيميشن فالانيميشن اللي مستضم في البرنامج ده كتير جدا يعني كل كلمة او كل حاجة هو مستضم فيها انيميشن طبعا مستخدم الصور وعمل خلفية كويسة زي ما شفنا كده لو لاحظت هتلاقي ان هو ايه بعد ما بيتكلم في نقطة بيعلم ان ده ما صح باوربوينت يعني رائع جدا نرجع كده شفنا مثال على الباوربوينت نغش في البرنامج نفسه نفتحه من قائمة start all programs microsoft office microsoft office باوربوينت 2003 ادي عندي البرنامج اقفل التسكمين ديات ادي عندي البرنامج اول ما بيفتحه لفتحه لصفحه بيده بالشكل ده فيها هنا click to add title و click to add subtitle subtitle يعني عنوان رئيسي subtitle يعني عنوان الفرح يعني انا اي باوربوينت او اي عرض تقديمي يعني ممكن يقول له عنوان انه ممكن يقول له عنوان واحد عادي بس العنوان الرئيسي ده يبقى عنوان جمالي بيبقى بيختزل المعنى او بيختصر المعنى في كل مواعد نعم العنوان الصبتات اللي بيبقى عنوان توضيح شوية اه فممكن ديبقى له عنوانين ممكن تكتب فيهم عنوان واحد اه لو انت عاوز اه طبعا زي وزي الورد اه تماما في التايتل بار فوق او زي وزي برامج كتير يعني مش زي الورد بس التايتل بار فوق وبعدين المينو بار وبعدين اله هنا الاتنين داخلين في بعض الستندر بوتون بار والشيط القياسي والفورماتينج طول بار فازرهم ازاي من هنا اقولوا اه شو اه شو ان شو بوتونس ان تو روس فكده ظهر الاتنين الاتنين اه تحت بعض بحيث ان يسهل علي التغطي ادواتهم بدل ما هي كتمت جمع كلها في جمع بعد كده عند الجزء الايمن ده في السلايتز بتاعتي مصغرة يعني موجود فيها شكل الليها اه وهي في حجمها الصغية لو انا كتبت حاجة هنا هتظهر هنا بس في حجمها ايه الصغية اه عشان يبقى يعني وغدة على ال اربع خمس سلايتز مع بعض فلو لغبطت في ترتيبهم احوان انت اي حاجة اقدر الاحظ اللغبطة ديت واقدر اعدلها بعد كده طبعا عندنا الدرون جيتوت بار والستيتي السور بار تحت خلص كويس فيه هنا في مكان هنا الكمينتس او النوتس لو انا عايز اضيف بالنسبة للسلايت ديت مجموعة تعليقات مثلا انا عاملوا نقص فبقول لنفسي ما تنساش انك تضيف الحاجات النقصة في السلايت ديت او في الشريح دي احنا قلنا طبعا ان الورد بيكون من باجيس الورد بيكون من مجموعة صفحات الاكسل بيكون من مجموعة شيتات شيتس اه يعني الورد صفحة عادية زي بتاعت الكتاب الاكسل صفحة عادية بس ايه عبارة عن جداول جداول، جداول الإلكترونية زي ايه الورد بيكون من سلايتس يبقى كل واحدة من دولات كل واحدة اسمه سلايت لو انا عايز اجيب سلايت جديدة بقول له نيو سلايت وانا كدة جبت نيو سلايت من هنا جبت هنا نيو سلايت قبل الوضع دي طب اللي يوت بتاع السلايد دي مش هجبني اللي يوت بتاع السلايد ده مش هجبني اللي قدامنا فاعمل ايه اختار اللي يوت من هنا هو اللي يوت تقسيمة الصفحة يعني الصفحة هنا فوق عنوان وتحت كلام طب انا مش حاس كده عايز مسلا تقسيمة بتاع الصفحة تبقى زي دي يبقى فوق عنوان وعلمين كلام وعشتمال كلام مسلا اعمل مقارنة فاقول مقارنة بين كذا وكذا فاقول ده هنا كذا وده كذا ماشى طب ممكن اعمل هنا اعمل بالشكل ده اللي هو هنا عايز اضيف اه حاجة معينة من حاجات دي وهنا عايزة اضيف حاجة تانية وهنا عايزة اضيف حاجة اخري ايه الحاجات دي ممكن اكون عايز اضيف جدور او ممكن اكون عايز اضيف شارت والوه مخطط بياني او ممكن اكون دون عايز اضيف مثل بيكي الشار او ممكن اكون و اعايز اضيف دياجرام او ممكن اكون عايز اضيف فيديو او ميديا ولهこ weighing يبقى فيه تخطيطات كتير اوردامي يباikat побThank you yubing slim الملاسبة بالنسبة لي ا Vergleichah ممكن احب احب ده واكون عايز اضيف هنا تخطيط واكون عايز علق عليهم او شارت يعني واكون عايز اعلق عليهم ممكن اكون عايز احط بس الايه التشارت بس الفرق الديوجرام ده مخطط يعني مخطط اني انا مثلا انا مثلا في المخطط بقول مثلا ان الحاجة الفلانية بتتكون من كذا كذا يعني مثلا اخوات كان فبعمل مخطط اقول كذا وكذا وكذا شجرة كده شكل شجري او شكل هرامي او شكل اي شكل بختاره ده المخطط انما التشارت رسم بياني بيوضح لي علاقة ما بين ارقام وعلاقة ما بين اشياء مثلا ميزانيات شركات ظروف مالية او حاجات زي كده نبدأ بقى مع اشهر الحاجات اللي موجودة في الموضوع ده ناخدها سريعا سريعا اشهر حاجات الموجودة في الباوربوينت ناخدها سريعا كمراجعة لان احنا المفروض عرفناها من الورد بس عشان الناس اللي عايزة تفرج على الباوربوينت بس ومش عايزة تشوف الورد يعني تبقى مطابعة معنا احنا قلنا السلسلة من الاول حلقات منفصلة متصلة يعني فيه اجزاء فيها تلاحم وتداخل وتراكب وفيه اجزاء ما فيهاش فيه اجزاء عادي فحضرتك تفرج ولو مفيش حاجة واضحة ممكن اعيدها تاني او اقولها مفيش مشكلة ولو موجودة في حتة تانية ممكن تتفرج عليها برضو او زيادة تخرخرين ازا كان الموضوع ما عندكش خلفية عنه وهو تاخد خلفية برضو بعد النيو سلايد الاول انا باجي اعمل باوربوينت باعمل ايه باكتبه الاول على ورقة عشان عارف انا هكتب ايه مش هعود اقلف على الكمبيوتر فيه ناس عندهم هاتي التأريف على الكمبيوتر دي عالي فممكن عادي تألف على الكمبيوتر او تستعدر الكلام من زينا بس الافضل ان انت تكون كاتب الكلام على ورقة ومنظامه ومرتبه وعمله مسوداتك وراجع للمراجع على م 真的. 들을 اعملها بس ده هيبقى في رسم بعاني وا ده هيبقى مش عارفية طبعا انا مفروض معايا مكتوبين على الورقة مترتبين. دي حاجة. بعد كده ممكن اختار الديزاين. هنجيب الديزاين هنا. هنلاقي في ديزاينات كتير اوي. مثلا ده. حالو. طب ده. طب ده. نقلب بقى وكل واحد يعجبه الديزاين ده وما يعجبوش. يختار الديزاين اللي على هوا. كويس جدا. احنا عرفنا نيو سلايد والديزاين. حاجتين اساسين هون. ماشي. نيجي بقى من هنا. لو انا عايز اعمل باور بوينت جديد خالص. يعني. اسيب الباور بوينت ده اصلا. واعمل باور بوينت جديد. هضغط هنا على نيو. فلاقي هنا بريزنتيشن وان. اللي هو الاسم الافتراضي هنا بريزنتيشن تو. اللي هو الاسم الافتراضي. كده اخدنا اول اداة اللي هي بتاعت نيو. بعد كده عندي الاداة بتاعت اوبن. لما بضغط عليها عشان افتح الباور بوينت اللي انا عاوزه. من هنا بقى له مسلا ديسك توب وداخل على عرض التنمية البشرية وفتحها. ومعلم مسلا على العرض الفلاني ده وضغط عليه اوبن هاتفتح لي. كأني ضغط عليه ضغطة اين شمال. بعد ما عملت الباور بوينت ده خالص باجأ اسايفه. فبعمل سيف. كويس. لما بعمل سيف فاسايفه في المكان اللي انا عاوزه عادي. بيختار مسلا ديسك توب واسميه من هنا واغير اسمه عادي خالص. اه اي حاجة. ماشي. وقم ضغط عليه سيف. كويس. قلنا الفرق ما بين سيف وسيف اس ايه? الفرق ما بين سيف. ان انا لما اه اولا سيف وسيف اس بيتساوي تماما لما بعمل حاجة جديدة. يعني لما ببدأ من صفحة بيضة. لما باجي من هنا من ستار. وابتقيدي من صفحة بيضة واجيب صفحة بيضة خالص. عرض تقديم جديد خالص. سيف وسيف اس ازاي بعض. طب بيختلفوا في ايه بقى? اه سيف اس. يعني مسلا انا بيبيان لما ببدأ من اه من باور بوينت موجود فعلا. يعني باور بوينت زياد باور بوينت اللي انا عمله ده ممكن اعدل فيه. كويس? انا اخش على بتاع التخطيط ده واعدل فيه حاجات. حاجات مش حاجباني. حاجات عايز احزيف. حاجات عايز اضيف. فلو قلت له سيف هيسيف على ده. على الاصل ده. التخطيط ده. ده اللي انا دخلت عليه. انما لو قلت له سيف اس. هيسيف لي واحد تاني. واحد جديد. وهيسيف لي الاصل زي ما هو. فسيف اس دايما بيدييني حرية. ان يبقى عندي الحاجة اللي انا لاني قد اكون احتاج ان انا ارجع في التعديلات اللي انا عملتها تطلع وحشي. فدايما السيف اس احسن من السيف. كمان السيف اس في اكتر التسيف. مش options يعني. يعني وانا بسيف سيف اس بختار اه ما بختاروش بقى على انه بقى اه بي بي تي بختارو بقى ممكن اخليه صور ممكن اخليه بي بي اس ممكن اخليه حاجات زي كده يعني بس بالبي بي تي زي ما هو ده الاصل. باشي واعمله مسلا ايه يعني زي ما انت شايف كده اقدرت الوقت ده موجود عندي بي بي تي وموجود عندي بي بي اس. هو اللي حصل هو داخل على البي بي تي. وسيف اس. فاطلع له ايه بي بي اس. كده ده كويس جدا. نقفل بقى تخطيط كمان. فهنا الفاني ما بين سيف وسيف اس. بنرجع للادوات اللي فوق طبعا اه ده البرينت بري فيو لو انا عايز اطبع العرض بتقديم يعني كتبت هنا باسم ناحو راحي مسلا ايه. وعاوز اطبع فابقول له اه بري فيو يبقى انا كده واشوف الشكل اللي هتطبع بي هتبقى عاملة زي السلايد. بعد اجلال اي بي سي ده اللي هو بيعملي ايه تشيك على السبلينج. بيشوف اللي السبلينج بتاعك ان صح والله غلط. كويس جدا. ده حاجات عشوية مكتب بس. عشان نوضح الادالة اللي جاي. لا الادالة اللي جاي هي ايه. هي الفورمات بنتر. قلناها قبل كده ان انا بمسك اسم واحد او حاجة واحدة من حاجات اللي انا عايز اعملها. انا دوقتي عندي عشرين حاجة هي بقى شكلهم واحد. كويس? بمسك واحد بس فيه. وقوم اي خط بتاعه ده صغير. كبر الخط. وبعدين اعمله تخين. بقى سميك. وبعدين خلي يعني خلي تحتيه خط. فكمان بقى تحتيه خط. يبقى من هنا غيرت الفونت. من هنا خليته سميك. من هنا خليت الكلام مايه. من هنا خليت شديد تحتيه خط. كمان من هنا في حاجة بزيت في الباوربوينت عن الورد. نوع بيعمله تظليل. كده هتلاقي فيه ظل خفيف او كده زهر. مع الايه? مع الاسم. كويس? يبقى كل ده حصل في محمد عبدالله. تمام. لو انا عايز اغير بقى الخط النفس النوع. الخط ده مش عجلني اطلع مثلا ونقولك لقهت للاندلسي. ده ده اللي انا عملت ده عملية تنسيق ده اسمه ايه? شريط الايه? تنسيق. ده الستاندرد طول بار اللي هو الشريط ادوات القاسي ده موجود فيهم كلهم. باوربوينت والاكسيل وكل البروميج بقى فيه استاندرد بطن طول بار. وبعدين هنا اللي ايه? الفورماتيك. فانا ده اللي اعملت لها فورماتيك يعني السقطة. خلت شكلها جمالي. كويس جدا. طب اه عايز اعمل لها محاذاة. بعلم على الاسمين انا عايز اعمل لها محاذاة وعملها مثلا. لقهتها في الوسط. لقهت على الشمال. لقهت على اليمين. طب اه هنا انا اشلت كده انهم ما بقواش ملقطين. ما بقواش يعني مترتيبين على انهم نقط. كده بقواهم نقطين. طب كده بقوا ايه? مرقمين. كده كويس او. طب اه دلوقتي محمد عبد الله مختلف عن احمد عزيز وعن كريم عبد الحميد. اه الاختلاف ده وحش للعين يعني. فيه اسس دايما بيتعمل على المحاضرات والكلام اللي زي دي حتى بدت تدرس في جامعات. من ضمن هزي الاسس ان انت تراعي عيني المشاهد. فدلوقتي لو 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 عادنا بالشكل ده هيبقى محمد عبد الله ده كأنه مويز عن احمد عزيز وكريم عبد الحميد. فانا عايزي ان نخليهم نخليز زيهم. فباعلم عليه. وبضغط على هنا ايه? فورمات بنتر. لو ضغط على فورمات بنتر. مرة واحدة يبقى انا استخدمها مرة واحدة. لو ضغطت مرتين يبقى انا استخدمها عدد لا نهائي من المرة. بس اضغط عليها مرتين. كريك شمال. وبعدنا اجينا هم. وبعدنا اجينا هم. بقى كلهم ايه بقى كلهم بنفس الفونت ونفس الفورماتنج ونفس الخط ونفس اللون نفس كل حاجة. من ناحية الفرمات الى ده متعلق بالشك طب حبيت ارجع في كلامي central z حبيت ارجع في كلام اللي هم فوقها عند الامريين دولة يعني ارجع في كلامي こ frog في الكلام اللي انا كنت رجعت فيه. بعدين طبعا هلاقي الاوامر العادية بتاعت اللي انا حافظها. لو ضغطت هنا هلاقي cut لعلامة المقصة ديت. و هلاقي كوبي يعني اخد نسخة. و هلاقي بيست. يعني لو انا واخد حاجة cut او كوبي ممكن اعمل لها بيست في اي حتة تانية. انا ممكن اخد الكلمة دي cut وانقلها ايه. سلايد تانية خالص. او انا ايه. كليك يمين بيست اه. او ممكن اجيب بيست من فوق. دي حاجة. تانية حاجة. اه اه اخو الكريم ده. كليك يمين. كوبي او ممكن كان كوبي من هنا. و اجيب هنا. و اقوم ضغط هنا. طبعا لازم المربع ده يكون ظاهر للمستطيل ده. و هم اعمل له انتر. و هم اعمل له كنترول في اللي هي برضو ايه? اللي هي بيست. يعني كنترول في هي كليك يمين بيست او بيست من هنا. كويس? كويس جيب. بعد كده اجيب شرقة فاضية. اقول له انسيرت الشارت. مش شغل عندي. مش مش كله. الشارت يعني شكل رسم بياني زي اي رسمة بيانية ممكن حطك تشوفها ممكن يشوفونها رسمة بياني. ممكن يشوفونها رسمة بيانية. خلص. شاكر اسمه بيانية عادية جدا. اخطيتها اظن كان في اسمه بيانية. طبعا ده تالزرائل تحت ده بيعرض لي عشان اتفرج عليه. ده بيعمل لي ايه تصنيف او سورطر ايه ده وضعية التعديل. اللي هو نورمال فيو ده بتالزرائل. الاول بيعرضه لي. التاني بيحط لي في السورطر ده. عشان نختار منه اللي انا عاوزه. التالت بيحطو لي ايه في الوضعات الطبيعية عشان اعدل فيه. سيبنا من حكاية تاسمه بيان ده وقت ونبقى نشوفها في ايه حتة تانية. طبعا عندك بعد كده ممكن اعمل insert table. اعمل جدول فبقى اختر بقى عادة الخنات الجدول هتبقى عاملة ازاي. وبعدين باجي هنا وابدأ اكتب في الجدول عادي جدا. مش عاجبني بتاع بتاع الجدول الخط فممكن اغيره من هنا واغير التخن السمك الخط المعمول. واغير كمان الالوان التعبئة بتاعت الكلام اللي موجود جهه. وابدأ اكتب بقى في الخطة اف وابدأ اكتب حاجة حاجة. لو رجعنا هنا. لقى في حاجة اسمها جمعا في فوربونت grid. وضغط كده هيظهر لي ايه? grid كده. لو ممكن ايه اشهر. طبعا لو الكلام مش واضح قدامي او لو نظر ضعيف او لو مش واغب بالي. ممكن اكبر كده مية في المية هتكبر للدنيا خالص. هنا. ده صغر ده كده عشان ايه? عشان الكلام يبان. واقفرنا اكبر مثلا مية في المية. اكبرت دي مية في المية بحيس ان الكلام يبان. طبعا انا هنا لدينا بقى الكلام. انا اعيز اه كالر يعني الوان. ولا اه اه جريس كالي يعني. ابيض و سود. فابدأ ازبط في الاملات بتاع الابيض و سودة. فهتلاقي الشريح عندي اتحاول ده ابيض و سودة. لو صغرنا ده شوية. انا نقصة سبيعين نشوف الشريح اتحاول ده ابيض و سودة. اه بعد كده عندي. اه بعد كده عندي هنا اهو. في بلو ده اه بلو بلاك اند وي. اه عندي لو ضغطنا على blue black and white ده يخلي الشريح ابيض واسود بس مفيش رمادي جريس كيل ده في اسمه جريس كيل اه جريس كيل ده في اه لون رمادي يعني في درجة معينة ما بين البيض والسود انما blue اه بيور اصدي اه بلاك اند وايت اه بيخلي الالوان يا اما ابيض يا اما اسود بس فتبقى يعني جفة شوية بس عادة كل الحاجات دي بعد كتا لو عنها عايز الون كلمة بعلم عليها وبعدين بختار اللون اللي عايزه من هنا عندي مجموعة الوان اما اختارها له او ممكن اقول له مول كاررز هيفتح للالوان دي بختار منها اللون اللي انا عاوزه كمان ممكن اروح من custom اناقي اللون بالشكل اللي هنا ده اخش على كده وبعدنا ادركته من هنا بعدنا اقول له اوكي يتحول اللون اللي انا عاوزه عندي كل درجات الالوان بقى ومختلف اشكالها من مول كاررز هنا عند الستندر ممكن اختار لون جاهز والكاستوم اعمل لون بنفسي. كمان انا حافظ النسب بتاعتهم معين الريد وجرين وبلو بتاعه. طبعا اي لون في الدنيا الريد وجرين وبلو اخرج ما بين تاة الوان دول. فانا لو عارف بقى بحط انا بس ان ارقام هنا خمسين وانا خمسة عشرين وانا تاعتين حاجة زي كده. بعد كده عايزين بقى نخش في شريحة الشرحة اللي في الاول دي. مش شرط يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم بس ايه. الشرط يبقى فعل عنوان يعني اكيد بيكتب فعل عنوان. بسم الله الرحمن الرحيم يعني ممكن تكتب في الشريحة التانية اللي بعد دي. لما اللي بيشرح يجيشه. فددوقتي انا عايز اعرف شوات حاجات. اول حاجة ازاي اعمل عنوان. فعنوان ده بعمله بحاجة اسمناه ورد ارت. فضغطنا على ورد ارت. وبعدين بقول انا عايز اعمل عنوان بتاع. فاختر مثلا ده. مثلا محاضرة. اولى. في الكمبيوتر. مثلا ده العنوان بتاعي. كويس بعدين بعمل منها عايز اخليه تخين بخليه بولت. عايز اخليه مهيل بخليه اتالك. بعد كده بغير الحاجات اللي انا عايز اخليه كده. ماشي. وبعدين بقول له اوكي. اهو. طلعت محاضرة اولى في الايه? في الكمبيوتر. بغير بقى الابعاد بتاعته. من هنا عندي ايه? عندي ست دوائر بيضة لتغيير الابعاد. كده هيبقى هيكبرها وكده هيكبرها. كويس. وبعدين عندي الاصفر. كده يميله. ايه ده هيعدله. وبعدين عندي الاخضر ده هو هيخليه يلف معي. الف فو يمين وشمال وتحت وفوق. كويس. ارجع اعدله هنا شوية. مثلا. طب انا عايز اشوف شكله. اضط بعلا ده. ده مسلا شكله. كويس. بقى احنا عارفنا هزوات ازاي نضيف علمه. البعد كده باختار بقى السلايد قصدي layout بتاعي وابدأ اكمل شرايح شريحة ورد تاني. يبقى ده ادراج وورد ارت. ممكن احتاج ادراج في شرايحة من الشرايح. مثلا. هنا محتاج ادراج ايه? كليب ارت. الكليب ارت اللي قلنا مجموعة صور جامعة البرنامج. اه ممكن تسأل علي شوية حاجات وانا بشتغل. دي مسلا صور البيت. فاجيبها مسلا اعطها في جنبي كده واكتب هنا الكلام اللي انا. مسح. يبقى دي كمان خدنا الكليب ارت. اي حاجة عايز ادرجها يعني اي حاجة غريبة او حي حاجة جديدة عايز اضيفها باجيبها طبعا من قامة insert. اتفاولها في قامة insert كل حاجة. ادرج نيو سلايد يعني عايز اضيف شرايحة جديدة. اه ادرج ادرج سلايد نمبر يعني عايز اضيف للشرائح ترقيم. يعني علمين على صح. وكده هرقم الشرايح. يبقى في شريحة واحد شريحة دين شريحة ثلاثة. هلاقي الشرايح مكتوب فيها تحت. اي مكتوب فيها واحد اتنين تلاتة. مشرح ايه مترقامة بقى انا عارف عامل كم شريحة. وانا بتفرج عليه وانا عارف انا واقف في الشريحة. اه كمان من قائمة insertة لا insert picture. ممكن اعمل insert picture. insert clip art زي ما احنا عملنا clip art حالا. من clip art اقول له جوه اخترك البتاع اللي انا عاوزه. او picture وبعدين from file اجيب صورة من عندي على الجهاز. طبعا الصورة تطلع كبيرة اوها تبنى للشاشة. فانا اعمل ايه ومسك الصورة كده ومحركها. اهيه ومصغر الصورة. اهيه. ابدأ احرك فيها وصغرها لحد ما تيجي في المكان المناسب بحجم المناسب زي ما انا عاوز. لو انا عايز احطها ميلة كمان ممكن احطها ميلة بالزورة اللي اقدر ده. كويس جدا. بعد كده كمان من insert. طبعا مفروض نحفظ بقانينا العلامات دي يعني مسلا ده علامة الديجرام. اه علامة الديجرام دي لازم ان نكون عارفينها عشان ممكن نجيبها من هنا وممكن نجيبها من تحت ايه. ايا ايا. يعني موجودة فوق وموجودة ايه تحت او موجودة في القائم اللي فوق وموجودة طبعا في بعد كده تيكست بوكس تيكست بوكس يعني عبي يتحلل ان انا اكتب في ايه حتة. يعني حتة دي مسلا لو قفت عليها وحبيت اكتب مش هاعرف. ففرضنا ان انا عايز اكتب لضرورة ما. فعايز اعلم عليها. اعلم عليها واعمل ايه تيكست بوكس واكتب فيه اللي انا عاوزه. اي حد. خبز. ماشي. انسرت طبعا الظلات اه انسرت انسرت قبلها موفهز انتسونس لو انا عاز ضيف εيه صوت او فيديو لacreлюд الد ليولي وورد للقاصل الباور بوينت بتاعي. لو انا عاوز اضيف صوت او فيديو الباور بوينت بتاعي. باجي من هنا وبدور عندي على الجهاز مثلا على صوت او فيديو. طبعا انا دغلت هنا على البرني فمفيش هنا باور مفيش فيه صوته فيديو. فالمهم يعني لو كان عندي صوته فيديو انا مش هعرف فيه فيه نوع الجهاز. اظن ده ده. بيقول لي الفيديو ده اخليه يشتغل اوتوماتيك اول ما انت تشغل الشريع هيستغل ولا هون كليك دي لا هقول له هون كليك. بس يبقى في مشكلة ان انا عاوز اصغر ايه ابعاده عشان ايه. ينفعل حط على المسل. طب انا ده وقت لو ضغطت على كده وعرضت. وبعدين جيت كده. الفيديو ده وقت بدأ يشتغل. طبعا احزفه وعلم عليه وحزفه وعلم على الصورة دي كمان واحزفها. اعلم عليه وضغط دليل. كذلك الصوت لو انحابب. التشارت قلنا اه هتعمل التشارت هتعمل مخطط بس ازما انت اكون معلم على شفاة الحاجات اللي انت هتعمل لها ايه. هتعمل لها التشارت ارا كنت عايز اجيب التشارت من غير معاني. اه تابل قلنا هتعمل تابل ممكن تختار النامبر في كل امزو نمبر فلوس. عدد الصفوف وعدد العميدة. عدد الصفوف اللي هي الافقي. اختار الكلام ده وضغط اوكي هيبدأ معي. نيجي برضو تحت. نبص على بقية الحاجات. قلنا لو انا عايزها تسم خط line او ارو سهم اشكال انا عايزها تسمى اي شكل. انا اجب نيو سلايد بس. اقوم نيو كمان ست سباع سلايدات وغير الدزاين شوية. نخل الدزاين عادي خالص عشان ايه? مايشي مسلا. المهم هاجي من تحت هنا هلاقي فيe حاجت اسمى اوتو اشكال جاهزة ممكن تختار من الشكل اللي اعاوز اقل الف الاشكال دي مسلا واقلونا عايز الشكل ده. مسلا او ممكن من هنا اقول له لا انا عاوز مسلا ده. يبقى نقدر رسم الشكل لان انا عاوزه وقدر اغير التعبئة ديت لو ضغطت هنا اغير اللون ده ممكن اخليه اصفر ماشي لو ضغطت هنا برضه ممكن اغير الحجم بتاعها اغير اللون بتاع التصليل بتاعها كده اللون بتاع طب احس اللون ده بقى اغضر طب ممكن نبينها اكتر لو عملنا دي كده اغير اللون بتاعي دي كده اغير اللون دي كده كده بعد كده دي كلها اشكالنا بقدر لسمها قلنا الورد OART وبعدين قلنا نسيت الدياجرام قلنا هنكتب الدياجرام مثلا كذا مثلا هنقول محمد عبد الله الشخص الاسم محمد عبد الله وبعدين نقول اولاده مثلا هي امثلة مش بوصد على حق احمد ومحمود وكريم مثلا يبقى انا ده تفرع ايه تفرع شجر تفرع ده يسهل عليها الموضوع اننا ممكن وانا بشرح ليا حد انواع الحاجة الفرانية او خصائصها او ظروفها او اي حاجة او اشكالها او طرق حل مسألة ما اقول له من خلال الدياجرام بعد كده هي العلامة بتاع الكليب ارت لو انا عايز اجيب كليب ارت بعد كده بيكتشار نفسها اللي هو اجيب صورة من عندها على الجهاز بعد كده لو انا عايز اعمل فيلنج للكرار في اي منطقة باختار الفلنج اللي هو مناسب ليا التعبئة اللي هي مناسبة في حاجة ما قلتهاش اللي هي لو انا عندي صفحة بيضة ديت وعايز اعمل لها خلفية فهضغط كليك يمين وبقول له وبختار من هنا اقول له ايه فيل افكتش فبلاي عندي افكتش كتير ممكن اختار لونين واختار درجات مختلفة مثلا انت عاجبني فاقول له اوكي وابعدين ممكن يقول لي apply apply يبقى هطبعد عالشريحة اللي انت فيها ده الوقت اللي انا فى شريحة كان فى شريحة عقم 5 فطبق عالشريحة اللي أنا فيها طب فرضنا ان انا عايز ا essay تطبق نفس الكلام ده على اكتر من شريحة يبقى قول له apply to all يبقى يطبق كل الكلام ده على كل الشريحة كويس جدا طب هى انا ممكن اعمل الخلفية back ground حاجة تانية اه ممكن ممكن اخليها اكسيتشو اشكل اللي قدام دي اوكي او لأيت اقول ممكن اخليها كمان شكل او نقشة معينة او نقشة معينة يعني ممكن اخليها صورة ريح دماغي وصمم مسلا صورة على الفوتوشوب اوصمم صورة على اي برنامج واخليها خلفية او صورة موجودة عندي على الجهاز. وده تقول اوكي بس هو ده يتحول لخلفية للموضوع كله طول ما انا ماشي. بس طبعا انا راعي ان الصورة يكون فيها مساحة بيضة او مساحة اه يفضل يعني ان الصورة يكون فيها جوزة ابيض كبيرة عشان اه لما كنت اكتب الكلام يكون ده اسهل بالنسبة للعين والتعرف عليه بالايه بالعين. طبعا قلنا قبل كده وهنقول تاني ان ممكن اي كلمة او اي شكل او اي رسمة اعملها ايه هيبر لينك فوذغط عليها كليك يامين. قلت له اعمل للي ده مش بس انا قلت له. اه They heard listen to music. ويتم انا بي ل scrambled to google woodont googl.comكسم. يبقى كده خلية الكلمة بتاعت احمد اه احمد ابعزيز دي ده ما اقف عليها ووضغط هيفتح لكده موقع جوجل. طب لو انا اعايزة افتح حاجة تانية حاجة تانية بقى مش اهه كده فتح للموقع جوجل هنا لو انا عايز اهي جوجل مش رضيفة لو انا عايز اه مش افتح الموقع او اعمل افتح ملف عندي الجهاز فال عند الجهاز ممكن اعمل له هايبرلينك برضه اضغط عليه كده هايبرلينك اختار الفايل بقى من هنا. ديسك توب وخش جوة ديسك توب بتاعي واشوف الموضوع عامل ازاي واه كده. كويس جدا. يبقى انا اخدنا قلنا ادراك صورة. قلنا ادراك مخطط قلنا ادراك هايبر اللينك قلنا تغيير خلفية الشريحة قلنا عمل جدول والتعديل فيه قلنا الصوت والفيديو. احنا كده استعدنا حاجات كتير اوي من الحاجات الكويسة اللي احنا شفناها اه في الجزء الاول من الحلقة. ارجو ان تكونوا قد استفدتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.